أجلت الأمم المتحدة إرسال مفاتيشي الأسلحة الكيموية أجلتها المحققين إلى بلدة دومة السورية بعد إطلاق نيران في موقع الهجوم الكيموي الذي وقع في السابع من يسان إبريل الجاري بحسب ما أفاد مصدر أممي لرويترز التفاصيل نطبعها في سياق التقرير تقرير الزميل حسام الأحبابي المتحدة قال أن فريقا أوليا دخل بلدة دومة التابعة للغوطة الشرقية قرب دمشق لكن لم يدخلها خبراء المنظمة بعد أن سمع إطلاق نار قرب موقع الهجوم الكيموي في غضون ذلك أعرب البيت الأبيض عن قلقه إزاءة أخر دخول المحققين الكيميائيين إلى دومة كما اتهم النظام السوري وروسيا بالعبث بالأدلة في موقع الهجوم وبمحاولة طمسها الأمر الذي رفضته موسكو وعدته إتهاما غير مفهوم وبينما يقول النظام السوري أن فريق المحققين أصبح جاهزا لدخول دومة قالت الخارجية الأمريكية أن هذا الفريق غير قادر على الذهاب إلى هناك وكانت واشنطن أعلنت أن لديها معلومات عن استخدام قوات نظام السوري غازي الكلور والسارين في الهجوم الكيموي الذي قتل وأصيب فيه أكثر من خمسمائة شخص جراء الاختناق بالغازات السامة وفي موقف روسي جديد أبلغت موسكو مجلس الأمن أنه لا جدوى من إجراء تحقيق لتحديد المسؤول عن الهجمات بأسلحة كيموية في دومة بعد الضربات الغربية الأخيرة في سوريا عدة إياها استباقا لنتائج التحقيق هذا ويرى خبراء دوليون أن أمام محاققي منظمة حضر الأسلحة الكيموية فرص ضئيلة لجمع أدلة دامغة من دومة بعدما مر وقت يفوق بكثير ما ينص عليه نظام منظمة حضر الأسلحة الكيموية لتقديم تقرير بنتائج التحقيق موسيقى